أهلاً وسهلاً بكل متابعين طريقك إلى السعادة على كنار تيفي معاكم كوتش ريم عناني سعيدة جداً أني أكون معكم في هذا اليوم وكل عام وأنتم بألف خير لكل اللي بيحتفلوا بعيد الميلاد المجيد طبعاً إحنا جميعاً نحتفل وجودنا في نورث أمريكا وأيضاً لخصوصية هذا العيد اللي بيعني الكثير لجميع الأديان ولكن نخص بالتهاني لأعزائنا المسيحيين وأصدقائنا ونقولهم كل عام وأنتم بألف خير اليوم الحلقة طبعاً بهذه المناسبة نقينا الموضوع أنه يكون خفيف عليكم وموضوع إيجابي ساعدنا في الاحتفال بعيد رأس السنة كمان وبعيد الميلاد المجيد بحب أنكم تشاركوني معاكم اليوم بكل الأشياء الإيجابية اللي حصلت معاكم في سنة 2020 اليوم هو آخر جمعة بهاي السنة سنة غريبة طبعاً وغير عادية بكل المقاييس سواء بيكسر كل الروتين اللي الإنسان تعود عليه من مئات السنين وبناء نظام جديد لحياة الإنسان إلى أشياء كثيرة حصلت معنا اليوم نخص بالحديث المواضيع أو الأمور الإيجابية اللي حصلت في هاي السنة يريد تشاركوني بالأشياء اللي بتظنوا إنه رغم كل هالظرف ورغم COVID-19 ولكن لسه عنا أشياء إيجابية حصلت في حياتنا بالنسبة إلي بحياتي الخاصة خلينا أقولكم إنه هاي السنة كانت سنة عائلية بامتياز وولادي روحوا من الجامعة واحد سكن عنا والتاني اضطر بسبب COVID-19 إنه يجي ياخد فصل معنا بعد ما كنا ممكن شوفوا شهر ونص شهرين طول السنة صارلوا تسع شهور موجود في البيت رجعت التمت يعني التمشى مننا كعائلة ولادنا هم كبار بيختلفوا عن مكانهم صغار وعن عاداتهم يعني كأنه تعرفنا على بعض من أول وجديد الحقيقة COVID كان إليه سبب في إنه نحصل على تسع شهور زيادة مع أبنائنا وإنه نتمتع في وقت إضافي فهذا بالنسبة إلي هي من أكبر الهايلايت اللي في عام في 2020 اللي حصلت في حياتنا الحقيقة شكرا يا أم عمر وأهلا وسهلا فيك في كل متابعينا شكرا شكرا طبعا بالإضافة لهذا الموضوع إذا بدنا نحكي على المستوى على الصعيد العملي يأس في ناس فقدوا شغلهم للأسف في ناس تغيرت أوضاع شغلهم بس إذا بدنا نحكي بشكل إيجابي خلينا نقول عن ناس اللي صحت لهم فرصة يقضوا وقت أطول مع أولادهم كانوا يسافروا هلأ منعوا السفر فصاروا قاعدين مع أولادهم ويقضوا ساعات أطول خلينا نحكي على الwork from home صارت الناس في ناس بقى تلبس كل يوم بدلة أو السيدات صارنا نشتغل من البيت ممكن نشتغل بالسويتبانس أو بالبيجاما حتى فأشياء كتير إيجابية الحقيقة حصلت معنا في 2020 منقدر برضو في أشياء نطلع عليها من جانب إيجابي حتى ونشوف شو صار معنا أفضل المواقف إني تعرفت على القناة الست أسماء عريب من متابعينا وإحنا سعداء فيك طبعا وإحنا كمان شيء جميل حصل في حياتنا هو التعرف على الأعزاء اللي بيتابعونا السيدة أسماء بتقولنا أفضل المواقف هو إني تعرفت على القناة وعلى طاقمها الجميل أفكار مواضيع وحوارات هذه في ممتعة شكرا لك وشكرا لمتابعتك عزيزتي وكل عام وأنت بألف خير إذن بالنسبة على الصعيد العملي كتير ناس لقوا في مجال يعني كنار إن ولدك بسبب إنه صار في وقت في بعض المشاريع وضعت على جنب وكان في وقت للأستاذ محمد وجمال إنهم يبدأوا في مشروع أو في حلم كان موجود عندهم من زمان بالنسبة لي أنا تطور شغلي كتير كتير الحقيقة وعملت أشياء كتير لأنه في وقت أقولكم حتى ابني اللي مرح على المدرسة اللي أنا أول مرة تخيلت إني أحط حدا من ولادي بالأونلاين سكول لقينا إنه هاي السنة كانت أنسب سنة إنه ياخد أونلاين سكول لأنه في عمر نمو عمره 13 سنة وكتير استفاد من وجوده في مرحلة هالنمو إنه بحاجة إنه ينام أكتر فكان شغلي إيجابية إنه إدار ياخد حصصه هو قاعد في تخته مثلا ومش مضطرين الصبح نطلع ونودي وهالسرعة وهذا برضو تحضيره يروع على المدرسة واستقباله تأيجي من المدرسة وهذه الأمور أنا أعطتني وقت أكثر إني أقدر أعطي أكثر إني أقدر أشغل نشرت كتابي بهذه السنة The Pursuit of Happiness بدي أشكر طبعا كل اللي اشتروا بعتولي الصور كمان هذه كانت شغلة إيجابية كبيرة مش بس أنا استفدت منها كتير من الناس استفادوا بأنهم عملوا أشياء ومشاريعهم دائما كان نفسهم يعملوها ولكن لديق الوقت ما قدروا يعملوها بالنسيح خلينا نظل في جو العائلة ونحكي قديش استفدنا إحنا كعائلات من 2020 ومن الحصل في عائلات كتيرة كتير من شغلي كان إنه عائلات هلأ عندهم مشاكل كانوا فكرين إنهم يعيشوا معها طول الحياة ولكن بفضل كوفيد 19 خلينا نقول والظروف الجديدة لا الآن صار احتكاكهم في بعض أكتر فوجدوا إنه التعايش مع هاي المشكلة لم يعد خيار والخيار الأفضل هو إنه لاقي حل فوجدوا حلول وأصبحوا عائلات كتير أسعد من أول لأنهم بطلوا عندهم خيار التعايش مع المشكلة صار في عنا وقت نحل هاي المشكلة والحقيقة أنا سعيدة جداً أني أكون جزء من سعادتهم ومن هاي العائلات المستقرة الآن من كتر ما صار عنا وقت عائلي والولاد قاعدين في البيوت رجعنا نلعب للألعاب زمان ما لعبناها يعني رجعنا نلعب منوبولي مش بس أنا كتير أسر رجعنا نلعب مع أولادنا كاردز أو شدة أو رجعنا نتفرج مع بعض أفلام كفاميلي في وقت كتير يعني لدرجة إنه ما حداش بقدر يقول إنه والله ما عنديش وقت صار في وقت كأنه الله سبحانه وتعالى أعطانيا ناس كتير أنا منهم أرينا كتير في هاي السنة لأنه كمان نفس الإشي معانا وقت فيه تايم بالنسبة إني أنا كعائلتي برضو صرنا نعمل أونلاين شاوبينغ أنا بقيت أحب إني أطلع مثلاً البيت بس إكتشفت إنه أونلاين شاوبينغ بيوفر علي يعني في اليوم اللي بدي أطلع أشتري فيه على الأقل ساعة لساعة ونص ساعتين لحدا برنامجه مشغول هذا is a lot of time إحنا شوي ساكنين بعيد على مناطق الشاوبينغ بذلك يعني ساعة ونص لساعتين الحقيقة بتفرق وبتعمل فرق كبير في حياتنا فأونلاين شاوبينغ بالأفرج بالأفرج وفر على كل عائلة من أربع إلى خمس ساعات أسبوعياً that's a lot of time هذا الوقت صرنا نستغله مع أولادنا نقعد معهم نتفرج معاهم تلفزيون أقولكم في كتير عائلات على فكرة اكتشفوا إنه ما كانوش بيعرفوا أولادهم كتير اكتشفنا إنهم بنكتوا اكتشفنا إنهم بضحكوا معانا وقت بقوا يروحوا على المدارس 6-7 ساعات بس يرجعوا عشاء روتين كنا داخلين في روتين مفكرينه استحالة ينكسر لازم يجي باص المدرسة الصبح لازم يحمل الأولاد يروحوا على المدرسة لازم يرجعوا بعدين نعمل عشاء وكأنه هذا الفيروس أجا يعلمنا إنه لا في طرق أخرى للحياة احنا مش مضطرين ولا ملزمين إنه نعيش بطريقة معينة بنقدر إنه نعيش بطريقتنا الخاصة وبنقدر إنه نعمل سيستم جديد فهلأ بطل في في مدارس أو على الأقل بالنسبة إلنا احنا اخترنا إنه الولد مايروح هذا الفصل على المدرسة وبطل في باص المدرسة اللي بدنا اللحقه وصار في وقت كتير الصبح وصرنا نقدر نرتب إنه الصبح كله ياتنا منه نفطر مع بعض الحقيقة وقت يعني فعلا هاي السنة بكل ما فيها من جنون ولكن فيها من أشياء جميلة قدرنا نستفيد منها أسماء بتقولنا طبخ زوجي تحسن أكتر صحتين وهنا طبخنا أشياء كتير بطلنا ناكل من بره لإنه سننا نخاف هذا شيء صحي أكتر للعائلات كمان هاي من الأشياء الإيجابية اللحصلت في 2020 في ناس ما كانت مفكرة إنها بتطبخ أو بتتعلم الطبخ أنا أولادي الكبار صاروا حابين يطبخوا مرة بالأسبوع هم يوقفوا في المطبخ ويطبخوا فاكتشفنا تالنت كتير كبير شو كمان عندكم أشياء؟ أنتو كمان كسرتوا فيها الحواجز وشو الأشياء اللي تغيرت تغير إيجابي في هذا العام؟ كمان أنا حاب أحكي لكم على الأشياء اللي إحنا كنا مفكرينها يعني زينا بقولوا إنه لابد منها زي مثلاً قديش ناس تزوجت آلاف حالات الزواج اللي كانت كان ممكن تكلف اللي بيتزوجوا مبالغ طائل اللي هم مش أدها طبعاً هذا الكلام أكتر ومنحكيه علينا إحنا في الكلتشر العربي موضوع الزواج مكلف جداً وكأنه أجه هذا الفيروس عشان يعطي بريك لبعض الشباب أعطاهم بريك قال لهم أوكي دويت في ناس تزوجوا على زوم في ناس تزوجوا بحفلات صغيرة جداً التكاليف هاي يستغلوها العروسين في إنه عملوا أشياء حلوة في حياتهم ممكن نوفروا الفلوس عشان يروحوا على فيكيشن كبيرة لما الأمور تصير سيف والترابل يصير سيف ممكن نجهزوا بيت أفضل مكان اللي بدهم يجهزوا يمكن نتجوزوا حتى بدون ديون بفقط لأنه هلأ صار الوقت يسمح وفي ناس استعجلات والزوجات لأنه بدأت استغل هذه الظاهرة اللي صارت والحالة عدم التجمع ومشان يستغلوا هذا الوقت ويتزوجوا بتكاليف أقل ومش غلط وحتى يمكن أنا بقول بعد انتهاء هذه الجائحة إنه الناس تصير تفكر إنه why not why not ليش إحنا منحط حالنا أعباء نصير نفكر بطريقة إنه مش كل إشي هلأ إحنا منعمله دايرين في دائرة من الروتين مش قادرين نطلع منها فإحنا هذا الفيروس اللي هو هون كتير في أمريكا بيحكوا إنه جاء ليعلم جاء يعلمنا إنه في طرق كتير من الحياة فيه أشياء بنعملها إحنا مش ملزمين نعملها إحنا مفكرين إنه ملزمين نعملها فيه أشياء كتير بنعملها من مرحلة اللاوعي لأنه إحنا ما بنفكر شو فيه alternatives للأشياء اللي بنعملها فهو كان فيه alternatives فيه خيارات أخرى بس إحنا ما كنا نطلع عليهم فكري إنه ما بنقدر مين كان يفكر إنه بدل ما يتزوجوا يعزم له 500 حدا 450 منهم هو ما بعرفهم بيقدر يتزوجوا يعزم بس 50 لمقربين إله آجه هذا الفيروس عشان يعلمنا إنه إتس أوكي لا ممكن ممكن نعمل هذا الإشي كتير كمان بالنسبة إحنا رحنا استأجرنا RV وروحنا خيمنا هاي الفكرة إلها عندنا سنين وما طبقناها لأنه بعدين نستسهل ناخد أوتيل وكذا ولكن المرة عملناها رحنا خيمنا وكسرنا حاجز هالخوف لأنه ما بنا ننزل في أوتيلات أساسا فكان هذا إشي جميل أشياء كثير جميلة حصلت في هاي السنة وحقيقة علمتنا إنه نعيش بطريقة تانية وإنه إحنا لكنا مقيدين حالنا في أمور هي مش لا هي دينية ولا هي مطلوبة ولا هي مفروضة علينا خلينا نشوف صديقنا هشام شو بيقولنا وبنشر فيديوهات فكهية فكهية كنار تيفي من أفضل ما حصل معي هي هاي السنة إنه عملت بودكاست مع صديق وبشارك بتقديم برنامجين على الكثير من المجالات في الحياة فكت شوي يعني الناس صارت تدور للإشي اللي أقرب لهم وأقرب لحياتهم وهذا اللي إحنا بنعمله على كنار تيفي على فكرة إحنا بنعمل البودكاست تبعنا كتير بسيط المواضيع قريبة للناس وما فيش كتير تكلف لدرجة إنه اللي بتابعنا بحس إنه هو جزء من هذه العائلة فأشكركم طبعاً كل عام وأنت بألف خير يا دكتور جمال من الأشياء الجميلة اللي حصلت معي في 2020 هو تواصل الدكتور جمال عن طريق السرين طبعاً معي بعد ما ابتدأوا بكنار تيفي مشاركتي لها العائلة الجميلة المجموعة من التالنت والكوادر المثقفة العربية الموجودة في نورث أمريكا أنا بعتبرها إضافة كبيرة في حياتي كمان فشكراً يا 2020 على هذه الإضافة وقد يكون هو أنا يعني افتحت نفسياً للموضوع وجوابي كان سريع لهم إنه آه أنا حابة أنضم معكم مع إنه إحنا مجموعة من المتطوعين ولكن الحقيقة ممكن ساهم كوفيد بإني أنا مسؤولياتي أخاف برى البيت بإني أنضم لهالمجموعة وأنا لست نادمة على الإطلاق بالعكس أنا لقائي مع متابعيني يوم الجمعة أنا كمان ببقى أستنى يوم بيوم مشان أحكي معاكم فشكراً لكم اليوم يوجد حلقة عن الكريسمس الساعة 9 مساءً على كنار تيفي طبعاً كنار تيفي دائماً مع كل مشاهدين في كل المناسبات فتابعونا بعد أقل من ساعتين على كنار تيفي على الكريسمس شو كمان في أشياء صارت معانا حلوة وكان سببها الوضع اللي صار في كوفيد 19 شو صار معاكم أشياء إنه لو لهذا الوضع المختلف كان إحنا ما عملناها بالنسبة إلي كمان خلينا أقولكم شغلي شوي اختلف صار إت أوكي أنا كنت أسافر على الولايات وأعمل سيمينارات يا الدوب لسا ها بنبلش رحنا على ولايتين بس بعد هيك لقيت إنه إت أوكي هلأ نشتغل أونلاين يعني أنا عملت تو سيمينارات سوفار ناجحين جداً أونلاين والناس بدأت تتقبل هذه الفكرة أكثر فهذا بتيح مجال أكثر خاصة إننا إحنا السيدات أو الأمهات اللي عندهم أولاد صغار وبشتغلوا إنه هلأ يقدر ينتجوا ويشتغلوا ومتقبل هذا الشيء والكل صار عارف إنه إت أوكي وبقدر يعمل هذا الإشي ويشتغل من البيت عندهم كمان هذا السبب هو يعني وجود الوضع الغريب هذا اللي بسبب كوبيد ناينتين شو كمان حكينا هلأ بالنسبة فيه ناس ممكن تسألني تقولي طيب فيه ناس خسرت عملها في ناس خاصة المطاعم سكرت الأبواب طيب شو بالنسبة لهدول هدول كان التغيير إيجابي شوفوا منقدر نطلع على الموضوع كمأسا ومنقدر نطلع على الموضوع كشيء جيد أنا بعرف ناس كانوا very miserable في شغلهم مش مبسوطين مش سعيدين بالمرة في الشغل وأجا كوبيد كأنه يشكل لهم الإنقاذ تركوا هذا الشغل ولأنهم تركوا الشغل أصبحوا يبحث عن شيء هم يحبوا أكتر فإذن ممكن نطلع على الموضوع من جهتي ممكن نطلع أنه خسروا شغلهم بشكل سلبي ولكن ممكن نقول هدول الجماعة زي كيف كان ورن بوفت لما بده يقيل أحد من العمال بيقوله أنا كنت بقي لك عشان تكون انت ستار في مكان آخر ممكن هدول أجا كوبيد يساعدهم يتخلصوا من هالعبئ لما كانوا يصحوا الصباح ويروحوا على الشغل ويتثاقل ما في أسوأ من هذا الشعور أني أروح أعمل في مكان بكره جدا فريحهم منه وصدقوني دائما لما يموت أو لما يخلص كيف نقول مجال العمل بيفتح مجال آخر لما يسكر باب بيفتحوا عشرات الأبواب بس إحنا بقينا ملازئين في هذا الباب ومفكرين ما في غيره فكتير منهم لقوا أشياء كتير جميلة ولقوا مشاريع نفسهم كانوا يعملوها راحوا تعلموا أشياء ما كانوا مفكرين إنه عندهم وقت فلق هو فتح أبواب لناس هما ما كانوا مفكرين إنه هاي الأبواب متاحة لهم نشوف صديقنا جمال شو بقولنا أهم إشي قدرنا الصحة وأكثر وقدرنا الأهل والأصحاب أكثر في بداية 2020 كنت أحلم بأن أحصل على كل شيء وفي نهاية 2020 حمدت الله على كل شيء عندي رائع يعني بصراحة حكمة رائعة جدا شوف يا أستاذ جمال تغيرت أولوياتنا الحقيقة كان الناس تبكي اللي بدوش يسافر واللي مش قادر يشتري شغلة نفسه فيها ولكن فعلا إحنا هذا اللي صار في 2020 رجعنا للسؤال اللي هو شو هو أهم إشي في حياتنا وجدنا إنه عائلاتنا وسلامتهم هو أهم شيء في حياتنا الصحتي أهم إشي من أي شيء ممكن أملكه لأنه كل ما أملك قد يضيع في لحظة إذا أنا مش للصحة مش موجودة عني رجعتنا للأسس السليمة للحياة ناكل بشكل صحي نتنفس بشكل صحي في ناس بسبب الفيروس بطلات الدخان أي هوفو لكل بطل الحقيقة عرفتنا معنا الحياة وخلتنا كل يوم نشوف حالنا ونشوف ولادنا بألف صحة وعافية نشكر الله سبحانه وتعالى نشكره عن نعمة وعلى الصحة وعلى كل شيء صديقتنا ميسون كمان من عائلة كنار مسائل خير أستاذة ريم وكل عام وأنت بخير مسائل ورد يا ميسون وأنت بألف ألف خير وعائلتك بألف خير أتمنى إنه سنة واحد وعشرين واحد وعشرين تكون سنة خير على الجميع إذا بنا نتطلع هاي السنة أنا رأيي إنه بدال خيراً شو بنقول أفضل من أن نلعن الظلام أن تضيق شمعة خيراً من أن تلعن الظلام فهو إحنا بدنا نشوف شو ممكن نضيق شموع في حياتنا شو ممكن نستفيد من هاي السنة اللي مرأت وإحنا لسه مش عارفين شو نهاية كوفيد عفكرة إحنا بتذكر شهر ثلاثة لما وقفوا المدارس في آيدا هو هون كان قصة إنه أسبوعين شهر شهر ونص ولكن إحنا لهلأ ابنه مش عارفين الجائحة وين بدها توقف اللي عارفينه إنه إحنا بخير إحنا موجودين الآن وبصحتنا واللي عارفينه إنه لازم نستفيد من هذا الوقت وأنا بقولكم طول ما إحنا عقيد الحياة إحنا قدامنا هدف واحد هو التطور والتغير نحو الأفضل التعلم شيء جديد الوقت الزايد معانا هذا يتركوا التلفونات والانشغال بالآخرين وشوفوا شو ممكن تعملوا في حياتكم إشي أفضل يعني كل شيء كسر التفكير الروتيني اللي كان محد كل حياتنا كان مخلينا مش قادرين نفكر بإشي جديد اللي حصل ثورة غيرت كل شكل هذا العالم قديش أقولكم بانبسط أنا لما أروح على المولات وقلقيهم سكرين ساعتين قبل أنا اشتغلت في الشابينج سنترز في المول أول ما جيت أميركا وبعرف قديش الأم بتقدر إنها تروى على البيت قبل بساعتين تصوروش قديم أكون مبسوطة ليح اللي مسكرين ناس قاعدة مع أهليها وولادها هذا إشي كان بالحلم إنه بقول لأولادي بتمنى زمان لأنه بقول لأولادي كتير صغار هذا أول ما أجيت أميركا اشتغلت في المول بقول لهم بتمنيت زمان لو كان يصير إشي ويروحونا على البيت عشان أشوف أولادي ساعة أو ساعتين أبكر فهذا هلأ الإشي صار بالعكس هم يعطلوا أشهر وصاروا يفتحوا ثلاث أربع ساعات وصاروا يفتحوا ساعات قليلة صارت العائلات تقدر تؤاد مع بعضها أنا ما بتهيألي في أهم شيء في العالم من إني أكون أنا ولادي في مكان واحد وسعداء أو إذا عندنا مشاكل قاعدين منحل في هاي المشاكل ومنمشي خطوة خطوة بالاتجاه الصحيح فأشياء كتير حصلت في هذا العام اسألوا الناس اللي لقوا كتاب غير حياتهم اسألوا الناس اللي طلعوا من شغل كانوا بؤساء فيه فيه دائما فيه ضو فيه نور في نهاية النفق المظلم وإن شاء الله بتنتهي هاي الظاهرة وهذا الفيروس بنتهي على خير ضلوا أنت وعائلاتكم بألف خير لحظات السعادة اسرقوها سرقة من هذا الزمن لأنه طبيعة هاي الحياة هي ups and downs مرات فوق مرات تحت مرات سعادة ما فيش إشي اسمه سعادة متناهية ولكنها زي الأمواج البحر waves sometimes up and sometimes down فخلينا نستغل كل هاي الظروف خلينا نشوف كيف ممكن نعيش بطريقة أسعد خلينا نكسر هاي الروتينات اللي إحنا كنا نفكرينها written يعني محفورة على حجر هي مش محفورة اكسروا هذا الروتين اعملوا روتين جديد عيشوا حياتكم زي ما انتوا بدكم on your own terms اللي هلأ عم بصير انه البشر عم بعيشوا بالشروط اللي هم بدهم ياها يعني اللي بدوش يروعوا على المدرسة بروحوا online صار اشي طبيعي اللي حاب يشتغل من البيت معظم الناس قاعدة بتشتغل من البيت شي كتير حلو بصراحة ست أم عمر كلامك صحيح ما في أحلى من انه أشوف أولادي بالبيت حقيقة سعادة غير يعني غير متناهية والحمد لله بالنسبة لميسون بتقولنا بالنسبة لهذه السنة كانت من أجمل السنوات اللي عشتها مع انها كانت مليئة بالضغوطات والصعوبات إنما أيضا الكثير للإنجازات والاكتشافات الشخصية عن قدراتنا وتحملنا وبالطبع الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة ما كنا مقدرين إيمتها لابد أن أذكر أنه أجمل الأشياء التي صادفتها كتير جميلة وقيمة منها زملائي وزميلاتي في كنار وبالرغم من تواصلنا عن بعض إلا أني أشعر دائما أني لست وحيدة وأنهم أهل أصدقائي الحقيقة نعم أنا نفس الشعور وجودنا في كنار هو شيء إيجابي في حياتنا وأدخل السرور وتجربة غنية في حياتنا ولا مرة كنت مفكرة أنه ممكن يعني أنا لحالي أكون البروديوسر وأنا أكون اللي بحضر للبرنامج ومقدمة ولكن هنا we are doing it ست أم عمر بتقولنا أو أفتح الباب بالليل وألاقيهم كلهم نايمين بالغرفة ساعتها برجع غرفتي برتاح بنام الأم هيك بتحب ولكن أخيرا بدهم يكبروا ويطلعوا حضر حالك يا أم عمر إنهم يستقلوا في حياتهم أنا ابني يوم ثلاثة شهر إن شاء الله راجع على جامعته وبدوا يروح أساس أنه ياخد مواد أكتر يقدر بس الحقيقة تسع شهور إحنا كنا فيها من أسعد ما يكون أنه يكون معانا موجود بناتنا هذا هو بالنسبة لبرنامج اليوم آخر جمعة في سنة 2020 خليها يكون ختامها مسك ختام هذه السنة يكون إيجابي اتذكروا كل الأشياء المنيحة معكم إذا أنتوا بصحتكم معناته كل إشي منيح في حياتكم حصل حصلتوا عليه خاصة في هذا الظرف الصعب اللي هي صحة الإنسان كانت هي علمها وهي اللي كانت يعني أكتر إشي تأثرت بهذا الظرف ولكن هين موجودين ولله الحمد كل عام وأنتم بخير كل عام وكل اللي بيحتفلوا بعيد الميلاد المجيد كل سنة وإنتوا وعائلاتكم سالمين أتمنى لكم إجازة سعيدة أتمنى لكم بداية سنة سعيدة الإشي الوحيد اللي بقدر أقولكم يا تخافوش من التغيير اسعوا نحو التغيير مش بس نستنى لما نضطر عليه اسعوا نحو التغيير أي إشي مش مجبرين عليه أو مش مريح لكم دائماً دوروا على الإشي المنيح في حياتكم ودوروا على طريقة جديدة تعيشوا حقكم تعيشوا سعادة حقنا نعيش مرتاحين حقنا نعيش بشروطنا إحنا طول ما إحنا مش مدايقين حدا ثاني أوكي فهذا هو حضروا حالكم إحنا الحلقة الماضية حكينا عن موضوع الأهداف اللي بنحطها لسنة 21 أتمنى لكم تكونوا حضرتوها حضرت ورقتكم وألمكم وشدوا الهمة مشا نبلج سنة 21 إن شاء الله بصفحة جديدة وحلقات جديدة من طريقك إلى السعادة شكراً لكل اللي تابعوني شكراً لكل متابعين كنار تيفي كوتشري معناني دائماً معاكم وبتمنى لكم سنة سعيدة لكم ولكل عائلاتكم تصبحون على ألف خير وكل عام وأنتم بخير شكراً لكم